أعلنت وزارة الداخلية أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوة ومديرية استخباراتهم كفحت إرهاب المحافظة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر من داعش الإرهابي أحدهم المكن أبو قندهار الذي كان يعمل فيما يسمى بالدوريات والحواجز لداعش فيما عمل البقية بصفة مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل مبينا أنه تم اعتقالهم في مناطق وأحياء القدس والانتصار والوحدة في الجانب الأيسر للمدينة